قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزغنا علما نافعا وعملا متقبلا إنه على كل شيء غدير أما بعد فكنا في صدد شرح كتاب عمدة الحكام من كلام خير الأنام ووصلنا إلى باب صدقة الفطر يقرأ لنا إن شاء الله تعالى أستاذ إسحاق بارك الله فيك تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لغض أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قول الإمام رحمة الله عليه باب صدقة الفطر كما تعودنا سابقا على أن باب هنا هو خبر لمبتدئين محذوف هذا باب صدقة الفطر وبقي من الزكوات هذا الباب ويعتبر على أنه قسيم من الزكوات أو قسم من أقسام الزكاة وبالتالي أدركه المؤلف رحمة الله عليه عندما تحدث عن زكاة الأموال فذكر زكاة الفطر أو صدقة الفطر فقال باب صدقة الفطر يعني هذا باب صدقة الفطر هذا المكان مبحثها يبحث في أحكام التي تتعلق بزكاة الفطر وقلنا الزكاة يسمى صدقة في القرآن وفي السنة وهذا تبويب المؤلف رحمة الله عليه هو متناغما موافقا بحديث الذي أورده في هذا الباب ولذلك قال باب صدقة الفطر صدقة هنا مضافة إلى الفطر وإضافة الشيء هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه نقول صدقة الفطر لأن الصدقة هذه تجب بسبب الفطر وهو الإفطار كما ورد في بعض الحديث صدقة فطر لشهر رمضان ومن رمضان وبالتالي هنا هو إضافة الشيء إلى سببه لأنها تجب صدقة الفطر بانتهاء شهر رمضان وبداية الشوال شهر الشوال وبعضهم قالوا صدقة الفطرة فطرة بمعنى الخلقة ولكن ظاهر الحديث هو الأول وهو صحيح صدقة الفطر هنا ما دام نتحدث عن زكاة الفطر ننظر حكمتها الحكمة التي شرعت لأجلها وحكمة تشريعها وردت أدلة واضحة عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو الذي علل عليه الصلاة والسلام كما أخرج إمام أبداود في سننه من حديث عبد الله بن عباس هو حديث حسن حسنه شيخ ناصر رحمة الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عبد الله بن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرة للصائم من اللقو والرفف أي بمعنى أن زكاة الفطر شرعت لتشبري معترة على صيامي من النقائس ومن تلكم النقائس اللغو أي كلام الذي لا ينبغي الذي تكلم به الصائم والرفف الكلام الفاحش أو يسمى الرفف يعني مدعبة النساء وتحدث عما يستحي منه الإنسان الذي يدور بين المرأة والزوجة أحيانا يسمى الرفف فمن فرض فيهن الحجة فلا رفف ولا فسوق ولذلك زكاة الفطر مثل سجدتها السهوي في الصلاة لأن سجدتها السهوي تجبر ما يعتري على الصلاة من النقائس فتكون عندها إذن مثل سجدتها السهوي والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ذكر أولا على أن هذا جبر للصيام وثم ذكر علة أخرى عليه الصلاة والسلام لأنه قد يقال أحيانا زكاة الفطر التجيب على من لم يجب عليه الصيام وبالتالي ذكر علة أخرى عليه الصلاة والسلام قال وطعمة للمساكين ضعمة للمساكين أغنوهم عن الطواف كما قال عليه الصلاة والسلام هذا هو الحكمة الثانية من تشريع زكاة الفطر على تكافل بين المسلمين بما أن هذا اليوم يوم العيد حتى يتعيد المسلمون وكل واحد وهو يضمن قدائه أو طعامه أو شيء الذي يحتاجه فيفرح الفقراء يفرحون كذلك بالعيد مع الأغنياء لما يحصلون من الأموال التي فرضها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء ولذلك لم يجعل لزكاة الفطر نصابا كبيرا عظيما مثل زكاة الأخرى وإنما بمجرد أن يجد الإنسان قوطا زائدا عما يأكله ويأكل أهله في ذلك اليوم عليه أن يدفع زكاة الفطر وذلك مواساطا للفقراء والمحتاجين ففي زكاة الفطر فيها إحصان إلى الفقراء كفوا السؤال عنهم يوم الفرح كذلك ليشاركوا المسلمين أو ليشاركوا الأغنياء مع هذا الفرح ولذلك تدفع لهم زكاة الفطر قبل أن يذهب الناس إلى صلاة العيد قبل الذهاب إلى صلاة العيد فبمعنى أنه عندما تدفع زكاة الفطر وتوزع على الفقراء والمحتاجين قبل الصلاة كل واحد يذهب وهو فرحان وضمن ما كان يحتاجه من المال ما كان يحتاجه من الطعام فذلك يذهبون إلى الصلاة وهم مسرورون فرحون هذه هي العلل الظاهرة التي علّ بها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حف عليه الصلاة والسلام أن تدفع زكاة الفطر قبل أن يذهب الناس إلى الصلاة ويصلوا صلاة العيد وبالتالي صح أنه قال في هذا الحديث فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات قال عليه الصلاة حديث عبد الله بن عباس الذي ذكرناه آنفا فأداؤها قبل الصلاة هو المطلوب أما أن يؤدي الإنسان بعد الصلاة خاصة إذا فات وقت الصلاة يعني هذا النهار إن صرم فهذا لا يعتبر أنها زكاة الفطر وإنما هو قضاء من القضاء وصدقة من الصدقات لأنها عبادة وقتها الشارع وقتا محددا معينا بفوات هذا الزمن يعني تفوت هذه العبادة أداؤها وأما بعض الحديث التي تروى في هذا الباب مثل حديث شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله عز وجل إلا بزكاة الفطر هذا لا يصح لا سندا ولا متنا ليس بصحيح من حيث المتن وليس بصحيح من حيث السند وقد ضعفه السيوطي عند إيراده في الجامع الصغير وضعفه الشيخ الناصر في السلسلة لحديث الضعيفة رقم 43 وأما حديث الباب المؤلف رحمة الله عليه بما أنه لا يسوق في هذا الكتاب إلا بما اتفق عليه الشيخان وهما البخار والمسلم رحمهم الله تعالى رحمهم الله ولذلك أورد فقط في هذا الباب أورد حديثين اثنين فقط المؤلف رحمة الله عليه لكن هذان الحديثان وهو حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد الخضر يعتبران أساسا وأصلا في هذا الباب تتفرع منهما المسائل التي تتعلق في هذا الباب ولذلك اختار المؤلف وأحسن الاختيار باختياره بهذين الحديثين أما الحديث الأول وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفدر أو قال رمضان يعني أو صدقة رمضان إما أن يقال صدقة الفدر ويضاف إلى الفدر ووقته الإفطار نعم وإما أن يضاف إلى رمضان صدقة رمضان وذلك إخراجا عن صدقة المال أو زكاة المال وهو قيد إذا قلنا صدقة رمضان هو قيد يعني صدقة التي تدفع في شهر رمضان وذلك احترازا عن صدقة المال نعم الذي مر بنا وفرض النبي صلى الله عليه وسلم فرض النبي بمعنى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزم عليه الصلاة والسلام وعند عامة علماء الحديث وعامة علماء الفقه ليس هناك فرق بين الفرض وبين الوجوب الذين فرقوا بين الفرض والوجوب هم الأحناف أما جمهور أهل العلم لا يفرقون بين الوجوب وبين الفرض والوجوب هو الفرض والفرض هو الوجوب ولذلك فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ألزم وأجب النبي صلى الله عليه وسلم صداقة الفطري يعني زكاة الفطري وذلك في السنة الثانية من الهجرة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفس السنة التي فرضت فيها الصيام وفرضها واضح في هذا الحديث وفرض سكاة الفطري كذلك يدخل في عموم الزكوات التي أمرت في القرآن الكريم وآت الزكاة وآت الزكاة وهي تدخل زكاة المال وزكاة كذلك الفطري كل ما يطلق عليه زكاة ونقل إسحاق بن رهويه والبيهقي وابن منذر وغيرهما الإجماعة على وجوبها لكن هذا الإجماع هو إجماع فيه نظر أو إجماع منقوض بالحقيقة لأن هناك بعض العلماء الذين ذهبوا إلى سنية زكاة الفطري كما نقول عن إمام مالك رواية عن إمام مالك وهو قول أبو داود الظاهري وابن اللبان من الشافعية لكن قول هؤلاء ليس له اعتبار كبير من حيث الدليل وهو قوله ضعيف ولذلك ربما إسحاق بن رهويه وعدما نقلوا هذا الإجماع وابن منذر وبيهقي ربما لم يعتبروا هذا الخلافن وخلافن ليس له محل في العراب خلاف ليس له محل في العراب وبالتالي لم يعتبروه وقد لماذا قالوا أنه ليس بفرضه والنبي صرح على أنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطري ففصروا فرض هنا بمعنه اللغوي وهو التقدير قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم سكاة الفطري على الذكر والأنثى والحرم صاعا يعني قدره صاعا هكذا فصروا لفظ فرضا والأصل أن تحمل الألفاظ بمصطلحاتها الشرعية وليست اللغوية بما أن هناك مصطلح شرعي وكذلك استند حديث الأخرجه النساء وابن ماجة حديث قيس بن سعد أمرنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطري قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهانا وكنا نفعله هكذا قال يعني قيس بن سعد قال هكذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر زكاة الفطري قبل أن تنزل زكاة المال وأما بعدما نزلت زكاة المال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يأمرنا ولم ينهانا وبالتالي إذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر السابق هو الباقي والحديث ليس لهم دليل وإنما عليهم بالحقيقة لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون باقيا حتى يأتي ناسخ ينسخ بعد ذلك وهذا يعني بعض الكلام الذي قال هؤلاء العلماء لكن صحيح لذا ذهب إليه جلة أهل العلم على أن زكاة الفطري ما زالت واتبة ويفرض فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطري أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال يعني عبد الله بن عمر صدقة رمضان وهذا أو قال هو شك الراوي الراوي الذي شك أنه قال صدقة الفطر أو صدقة رمضان هذا الذي فرض أما على من فرض الذي فرض عليه أن يدفع هذه الزكاة قال نعم طيب وهنا ملاحظة عندما يقال صدقة الفطري أو صدقة رمضان خاصة الرواية صدقة الفطري هي تحدد لنا الزمن الدفعي زمن الوجوب متى تجيب يعني زكاة الرمضان زكاة الفطري متى تجيب فيقال عند الفطري لأنه قال صدقة الفطري فعند الإفطار بمجر هذا هو وقت الوجوب والإفطار يكون عند غروب الشمس ليلة العيد هذا هو وقت الإفطار الإفطار عن رمضان يعني أو انتهاء رمضان لأن هنا إضافة تقتضي التخصيص على أنه خصيص هذا الوقت إذن فمن كان من أهل الوجوب عندئذ بمعنى إذا انتهى رمضان وغربت الشمس ورؤية ثلال شوال هذه الليلة فمن حضر وجبت عليه وإلا فلا وإلا لا تجيب عليه لو فرضنا محمد مثلا محمد ولد قبل الغروب بدقيقة قبل غروب الشمس ولد بدقيقة فهل تجيب عليه زكاة الفطري أم لا هل تجيب إخراج زكاة الفطري عنه أم لا ولد قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة هل حضر وقت الوجوب أم لا قولوا جماعة لا ولا نعم ولد قبل غروب الشمس أي بمعنى أنه أترك جزءا من رمضان صح؟ أترك جزءا من رمضان فهذا تجيب أن تدفع عنه زكاة الفطري لأنه حضر وقت الوجوب لأنه قلنا وقت الوجوب هو الغروب الشمس إلى غروب الشمس فمن حضر قبلها ولو بدقيقة واحدة بمعنى أنه أترك جزءا من رمضان فيجب إخراج زكاة الفطري عنه طيب ولد بعد المحمد ولد بعد الغروب بدقيقة واحدة هل هو من أهل الوجوب أم لا لا يدفع عنه شيئا لأنه لم يحضر جزءا من رمضان إذا لم يدخل على أسرى رمضان صح؟ فهذا لا تجيب عليه لا يدفع عنه شيئا كذا قل مثل هذه المسائل فرعها حسب ما تريد إنسان الذي ولد نحن ذكرنا إنسان ولد قسم مثل هذا إنسان الذي مات إذا مات هو نفسه الحكم إن مات قبل رمضان يعني قبل عيد ليلة العيد وقبل غروب الشمس في آخر الليل من رمضان قبل غروب الشمس بدقيقة هذا الإنسان إذا مات أو إذا مات بعد غروب الشمس فنفسه الحكم الذي ذكرناه يجري عليه كالإنسان الذي تزوج يذكرون إذا تزوج يعني العلماء وهو جمهور العلم الذي يرونه على أن الإنسان تجيب عليه يعني زكاة فطرة زوجته مثلا فنفسه يفرعون لو تزوج قبل غروب الشمس بدقيقة وتزوج بعد غروب الشمس نعم يفرعون هل تجيب عليه زكاة فطرة أم لا وكذلك الإنسان الذي أسلم وهذا المجر هذا المسائل هو نفسه بغياس على نفس النمط هذا تجري كلها ضيب الميم هنا قال في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو رمضان فرض على من عليه الصلاة والسلام الذين فرضوا عليهم قال على الذكر والأنفة والأنفة يعني أنه سكاة الفطر لا فرق بين الرجال وبين النساء لا يعتبر الجنس ههو ذكر أم أنفة أم رجل أم مرأة نعم ولا فرق في ذلك على الذكر والأنفة عليه كذا يدل على الوجوب على أنه واجب على الرجال وواجب على الإناث كذلك والحر والمملوك كذلك لا فرق بين أن يكون الإنسان حرا أو أن يكون مملوكا وفي آخر الحديث على الصغير والكبير كذلك لا فرق بين الصغير وبين الكبير فتجب على الأنفس هذه الزكاة نعم كل واحد على رقبتي زكاة الفطر حتى المجنون الذي له مال والصغير الذي هو غيره يعني بالغ لم يبلغ الحلم ولم تجب عليه العكام فعندما يقال يعني على الذكر والأنثى يقصد غالبا على الذكر لابد أن يدفع الرجل البالغ والعاقل عن نفسه المسلم فيشترض أن يكون الإنسان مسلما ويكون قادرا كذلك دفع الزكاة عنده ما يزيد عن قوته وقوت عياله في يعني يوم العيد هذا الذي أشترط من حيث القدرة ومن حيث الديانة لا بد أن يكون مسلما لأنه لا تصح لا تصح صدقة عن غير المسلمين بالنسبة للقرآن الكريم ولذلك النبي عليه الصلاة قيد من المسلمين وإلا من حيث البلوغ وعدم البلوغ ليس له أي اعتبار وإذا كان الإنسان بالغا يدفع عن نفسه أما إذا لم يكن بالغا فوليه هو الذي يدفع عنه وليه هو الذي ينوب عنه فالعلماء يختلفون هل الزكاة كما دل هذا الحديث تجيب على الصغير وتجيب على المجنون وتجيب على الكبير وعلى الصغير ثم يتحمل عنه وليه أم أصلا تجيب هذه على الولي ولا تجيب على الصغير لأننا لا نقول الصغير عليه واجب فهذه مسألة بنيت لأجل خلاف ترتب على هذا الفهم بعد ذلك نعم وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا على الذكر والأنثى قال عليه الصلاة والسلام طيب فليس هناك فرغ والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثي صراحة ذكر على أن العبد عليه زكاة لكنه لا تجيب على نفسه وإنما على سيده لأن العبد لا يملك شيئا من المال فزكاة على سيده لأنه لا مال ماله لولي يعني لسيده كما ورد في حديث الذي مر بنا ليس على المسلم في عبده ولا فراسه صدغة إلا صدغة الفطر كما مر بنا فعلى سيده أما المرأة على الأنثى إذا كانت الأنثى متزوجة إذا كانت غير متزوجة يعني ويكون تكون صدغة فطرها ولم تبلغ وليس لها مال على من يعولها ومن يكون مسؤولا عليها أما إذا كانت متزوجة فالمرأة إما أن تكون فقيرة فهذه صدغتها على زوجها وأما إذا كانت غنية وعندها مال فزكاتها على زوجها كذلك عند الجمهور جمهور العلم يرون أن زكاتها على زوجها لماذا يقولون لأنهم يرون على أن زكاة الفطر وجوبها تابع للنفقة فمن وجبت عليه النفقة وجب عليه دفع زكاة الفطر هكذا يقولون وذلك لقول عبد الله بن عمر هذا القول رفع إلى الرسول لكن صحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر أدوا الزكاة عن من تمونون وبمعنى تدفعون يعني تدفعون نفقتهم وقال النفع كان يخرج يعني كان يخرج عبد الله بن عمر كان يخرج عن كل مملوك له في أرضه وعن كل إنسان يعوله فمن تجب عليك مؤنته يعني نفقته تدفع عنه كذلك زكاة الفطر اعتمد على هذه الرواية أو هذا القول لعبد الله بن عمر وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أما الأحناف فهم لا يرون ذلك يقولون المرأة إذا كانت غنية وكانت متزوجة فزكاة فطرها عليها ليس على زوجها وهذا الذي رجحه عدد كبير من العلماء خاصة والنص وهذا الحديث بظاهره يؤيد هذا المذهب ما الذي يدفع بعد ذلك صاعا من تمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المدفوع الذي يدفع كم قيمته كم على الشخص أو كم يدفع عنه أو كم يدفعه الشخص الذي يدفع عن نفسه زكاة فقال عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفدر على الذكر والأنثى والحر والمملك صاعا فرض عليه صاعا وهذا الصاع هو صاع من تمر يعني صاع من تمر أو صاعا من شعير التمر معروف صح والشعير وكذلك معروف يعني شعير كلنا نستعمل شعير سريا نقمدي نعم شاعا من شعير ما قرأني سا صاعا من شعير الذي يعمل منه بر فهنا ليس المقصود فقط أن يكون الطعام شعيرا أو تمرا كما سيأتينا بحديثنا بسعيدنا الخضري وإنما المقصود الطعام الذي يؤكل فهذا الذي يجب أن يدفع عنه صاع والصاع مر بنا في حديثنا السابق الصاع أربعة أمداد قلنا هو أربعة أمداد ويساوي كم كيلو كيلوين فاصلة أربعين ولا أربعة أربعين أربع اثنين فاصلة أربعة يعني اثنين فاصلة أربعة كيلوين وأربعين قراما صح كيلوين وأربعين قراما أو يعني نقول يعني ألفين وأربعين صح كيلوين وأربعين قراما على أي حال فهذا إذا قلنا من حيث الكيلة هذا هو صاع كيلة وين واربعين قراما وهذا يشترض أن يكون طعاما كما سيأتينا في حديث أبي سعيد الخضري وهذا الحديث أشار كذلك من تمر أو من شعير بمعنى أن يكون طعاما سواء كان شعيرا أو كان قمحا أو سواء كان تمرا أو كان زبيبا أو كان أرزا أو سباقيتا ودفعا نعم لا بأس هذه هي طعام الغالب طعام الإنسان فإذا قلنا لابد أن يكون طعاما بمعنى أنه لا يجزء إخراجها من الثياب ولا من الآثاث ولا الأمتعة ولا الفرش وغير ذلك لابد أن يكون طعاما أما الأشياء الأخرى الذي يقتنبه الإنسان من أمتعة وغير ذلك فهذا لا يدفع لا تجزء لو دفع قولنا أن يكون طعاما كما يدل أهل هذا الحديث وحديث الذي يأتينا أخرج طعام غير الآدمين يشرط أن يكون مما يقتاته الإنسان ويأكله الآدمي نعم فلو دفع مثلا طعام الحيوانات مثلا لأكله البهائم علف البهائم فهذا لا يجزء عنه لابد أن يدفع طعاما ودفع طعام الذي هو إما تمر أو شعير أو قمح أو أقط أو غير ذلك وحتى الزبيب يدل على أنها لا تدفع القيمة يعني بمعنى أنه لا تجزء دفع قيمة الطعام قومت كيلوين واربعين قراما من الرز ذهبت إلى السوق وعرفت أو أتركت على أنه يكلف مثلا خمسين كارونا أو ستين كارونا أو سبعين فأعطيت سبعين كارونا لمسكين لقلت خذ هذا زكاة الفطري فهذا لا يجزء والسبب ما هو أسباب كثيرة جدا مثلا دار فيها الخلاف قديما وحديثا لكن الظاهر والراجح في النصوص هو على أن ذلك لا يجزء والسبب ما هو عدم إجزائه لأن الثمن نقول هل كانت موجودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فإن قلنا الثمن كانت متوفرة وموجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نقول هل ثبت أو هل حصل على أنها دفعت الثمن بدل زكاة الفطر يعني من سنة الثانية من الهجرة إلى التقاء وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلحاق بالرفيق الأعلى كانت تدفع زكاة الفطر ولم يثبت على أنها دفعت يوم من الأيام يعني ثمنا فلم تدفع والثمن كان موجود وبالتاني نقول القاعدة إذا كان الشيء موجودا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يمكن أن يفعل ولم يفعل يدل على عدم مشروعيته إذ لو كان مشروعا لا فعله الناس وكان أسأل لهم يعني إذا كان وبالتاني نقول أنه لا يجزء لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نقول هي عبادة الزكاة الفطر عبادة وهذه العبادة حدد لها الشارع الزمن المعين تدفع وحدد كذلك تنسها الجنس الذي يدفع وهو الطعام فكمان لا يصح إخراجها عن غير زمنها كذلك لا يصح إخراجها عن غير تنسها لأنه حدد الشارع زمانها وحدد الشارع تنسها فيجب أن يغيد بإخراجها في تنسها نعم يغيد بتنسها ثم الشارع الكريم له مغاسد أخرى عندما يدفع الناس الطعام وذلك لأن هذه العبادة مبنية على الظهور يتناولها الناس ويعرفوها ويروها بمعينهم حتى تكون عبادة شعيرة ظاهرة فلو حولناها إلى المبلغ وإلى المال لو حولناها إلى الثمانية هي لا تكون شعيرة ظاهرة وإنما تكون يعني تكون عبادة خفية لا يراها إنسان ولا تظهر للناس وربما الذي يعطى لا يشتري بها الملابس ويشتري بها شيء آخر ولا يتعيد بها ولا يأكلها ولذلك لا بد أن تكون عبادة ظاهرة وليس عبادة خفية والذي يخرج الإنسان معيار الذي يخرج هذا الصاع الذي يخرجه الإنسان ويدفع ينبغي أن يكون قوته غالب قوته هو الدافع أو غالب قوت أهل البلد ينظر أهل البلد هذا لأنه المقصود هو أكل الفقراء والمساكن أن يأكل هذا الطعام فيأكلون مما يأكله الناس بقوت غالبهم إذا كان أهل البلد مثلا يقوت غالبهم أن يأكلوا الرز يدفع الرز المتوسط لا يختار يعني الرخيص أو الدني أو يعني ردي لا يختار الردي بعض الناس تجد على أنهم يدورون حول الدكاكين ليبحثوا أرخص الشي يعني أرخص الرز يبحث يعني وعدما يأكل هو يأكل أعلى درجة نعم فهذا ليس هذا هذا الإنسان لم يتصدق صدقه يعني يدخره عند الله عز وجل كما يقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا نعم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من ضيبات ما رزقناكم وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِغُونَ نعم أنفقوا من ضيبات ما كسم أخراجك من الأرض وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِغُونَ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ نعم أنت لو عضيت يعني لا تقبل وكيف تعضي غيرك فهذا هو الأصل أن يكون متوسطا من أوسط ما تدعمون أهليكم كما قال سبحانه وتعالى فيكونوا وسط ما يدعمه أهلهم فعلماء قالوا ينظر صاحب الصدقة الذي يدفع الصدقة ما يأكله ويحبه وبعضهم قالوا لا ينظر قوط غالب الناس ما يأكلون غالب الناس فهذا الذي يدفع عنه الشيء المتوسط وفي بلدنا مثلها يعني هو الرز وغيره مما هو معروف ضيب هذا هو هو الحكم الشرعي وهو الصاع الذي يدفع صاع طيب نقول صاع من شعير أو صاع من قمح أو صاع من رز أو صاع يعني ربما من حيث القيمة يختلف يعني يختلف من حيث القيمة فيكون هذا قيمته أقلى وهذا قيمته يعني أدنى وهذا أحسن وهذا أفضل فحصل اجتهاد في وقت معاوية ابن سفيان فهذا الاجتهاد يذكره عبد الله ابن عمر قال فعدل الناس عدل الناس عدل بمعنى سووا الناس فجعلوا متساوين به أي بصاع نصف صاع من بر قالوا نصف صاع إذا كان من بر والبر المقصود هنا كما يأتينا سيأتينا في الحديث الآخر ليس كل بر وإنما هو السمراء نعم وكان هذا البر يأتي من الشام وكان غالي وكان سمراء سمي سمراء لأن لونها أصمر نعم وسموها سمراء هذا الشعير الذي اتمن من الشام وأما شعير أهل المدينة كانوا يسمونها بيضاء نعم وهي محمولة كما هو معروف فلذلك بعضهم قالوا ننظر من حيث القيمة إذا كان نصف صاع يساوي ساعا فندفع نسو صاع يعني نسو صاع ندفع يعني ندفع مديني مثلا بدل أربعة أمدات لماذا؟ لأن النسو هذا يساوي صاع من هذا هذاك وحصل بعض الناس أنهم عملوا هكذا لكن صحابة نقدوا هذا الرأي وإنما يدفع صاع مهما تغيرت الأسعار مهما تغيرت الأسعار قال عبد الله بن عمر فعدل الناس وإلى سمين فعدل الناس به الضمير يعود إلى أين؟ يعود إلى صاع يساوي الصاع به أي بصاع نصف الصاع من بر من بر والبر المقصود هنا هو الصمراء البر المعروف الصمراء نعم على الصغير والكبير يدفع على الصغير أي عن الصغير نقول على هنا إذا كان الصغير بمعنى على بمعنى عن قاله والكبير بمعنى على الكبير عليه أن يدفع على الكبير وأن يدفع كذلك على الصغير وفي لفظ لفظ آخر للصحيحين أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة هذه الفقرة أو العبارة تدل وقت الأداء متى تؤدى زكاة الفطر إذن يعني عرفنا في الماضي عن ماذا تدفع زكاة الفطر ومن يدفع بقي لنا الزمن الذي يدفع هنا فذكر هذا الحديث زمن الذي يدفع أن تؤدى أي زكاة الفطر قبل خروج الناس قبل ذهاب الناس إلى أين إلى الصلاة أي صلاة هذه صلاة العيد إذن هذا الحديث أفاد لنا وقت الفضيلة هذا ليس وقت الوجوب وإنما هو وقت ماذا وقت الفضيلة وهو قبل الصلاة في صلاة صباح صلاة العيد قبل أن يذهب الإنسان إلى صلاة العيد في الصباح صباح العيد عليه أن يدفع هذا أفضل وقت هذا هو أفضل وقت يدفع الإنسان ولذلك صلاة عيد الفطر تؤخر حتى يتسنى للناس أن يدفعوا زكواتهم فتؤخر صلاة عيد الفطر أما صلاة عيد الأضحى فيتعجل حتى يتسنى للناس بذبح أضحيتهم بعدما يفرغوا عن الصلاة وهذه كانت سنة فتدفع وقت قبل الصلاة لما أخرج إمام مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وصلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة في فائدة أخرى لماذا قبل الصلاة قلنا المسكين يضمن طعامه قوته يعني الفغير يعرف على أن في بيتي ما يأكل عندما يعود من الصلاة وبالتالي يكون مسرورا وبذلك فسر قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل فقالوا من تزكى بمدفع زكاة الفدري وذكر اسم ربه يكبر التكبيرات العيد وفصل أي صلاة العيد بهذا الترتيب يدفع الإنسان زكاة ويكبر ويصلي صلاة العيد وهذا وقت الفضل هذا هو الوقت الأصلي أما وقت الجواز هناك وقت يجوز الإنسان أن يدفع زكاة الفدري وهي قبل الفدري بيوم أو يومين كما دل النص بيوم أو يومين يعني مثلا من يوم الثامن وعشرين الثامن يوم الثامن وعشرين من شهر رمضان ممكن إنسان يدفع زكاة الفدري لأن هذا الوقت وقت كفيل أن يبقى شيء من الزكاة ويكون الإنسان حرز أو أخذ شيئا من زكاة الفدري فهذا لا بأس ودل على ذلك كذلك من النصوص لما ورد في صحيح البقاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال كانوا يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني أصحابة يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين وقول عبد الله بن عمر كانوا يفعلون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الدليل وهو حديث بطبيعة الحال لأنه فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر على أنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن هذا الأمر مساغا أو مباحا أو جائزا لمنع عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل دل على أنه إقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام وفعلهم أقره النبي عليه الصلاة والسلام ويكون دليل عليها وأما أبو حنيفة فيرى أنه يجوز دفعها قبل رمضان هكذا يرى إمام أبو حنيفة وأما الشافعية كما هو معروف فيجوزون إخراجها أول رمضان بداية من أول رمضان لأنه الموجب الصبب الذي يوجب زكاة الفطر عندهم هو صببان الصبب الأول هو الدخول شهر رمضان والسبب الثاني هو الرؤية بهلال شوال فهذا نصبان الموجبان عندهم فيقولون أنه يكفي وجود صبب واحد وجود صبب واحد وهو دخول شهر رمضان لكننا نقول هذا ليس بصحيح وليس بالراجع وإنما الراجع ما ذهب إليه إمام المالك رحمة الله عليه وذهب إمامه كذلك أحمد بن حمد ودل عليه حديث عبد الله بن عمر وذلك لأن زكاة الفطر سببها هو كما قلنا ودلت النصوص هو إغناء الفقراء ودفع زكاة الفطر في بداية رمضان لا يمكن أن يؤدي إغناء الفقراء لأنهم يأكلون قبل العيد وبالتالي الأثر التي تترتب على دفع الزكاة في وقت العيد لا تترتب لو دفع الإنسان في بداية شهر رمضان أما نعم فبقي هناك مسائل إذا قلنا وقت الوتوب ووقت يوم العيد هي التي تدفع الزكاة الفطر أما لو أخرها الزكاة أخرها عن يوم العيد ننظر إن أخرها عمدا لم يدفع يوم العيد عمدا وتركها بلا عذر فهذا الإنسان فات عنه الوجوب وهو يأثم بذلك ولا تقع زكاته في موقعه لا تكون زكاة كما ورد في حديث ابن عباس يا صدقة من الصدقات كما قال عليه الصلاة والسلام فهي صدقة من الصدقات ولكنه تكون دينا عليه يجب أن يدفع زكاة فطره أما من أخرها بعذر كأن فاجأه العيد يعني ما كان يتري على أن اليوم يوم عيد فتبين له بعد فوات الأوان على أن هذا اليوم يوم العيد أو كان في صفر أو لم يكن ماله في متناول يده لا يصدع أن يصل إلى ماله مثلا أو لم يجد فغيرا يعطيه مثلا فهذا الإنسان هو معذور فيدفع زكاة عندما يرتفع عنه هذا العذر يدفع عندما يرتفع عنه هذا العذر يدفع عنده إذا زال عذره عنده يدفع ولو أجلها تكون دينا عليه ودين الله أحق بالغضاء يعني حتى لو فات وقتها تكون دينا عليه بقيت مسألة قلنا النبي قال أوجب صاع طيب وصاع أربعة أمدات لم أجد إلا مديني عندي يعني مداني فقط هل أدفعهما أم أقول ما داما لم تصل إلى صاع فلا يجب علي شيء نقوله تدفع نعم لا بد أن يدفع من باب الله يكلف الله نفسا إلا وسعها لأنه هذا الذي وجده الإنسان لو وجد نصف صاع فعليه أن يدفع هذا النصف الصاع عليه أن يدفع طيب هل يجوز دفع الزكاة الفطري لمسكين واحد مثلا نحن أربعة جمعنا زكاة فطرنا دفعة صاعي وصاعك وصاع فلان وصاع فلان جمعناه فهذه الزكوات هل يجوز لنا أن نعضي شخصا واحدا أما علينا أن نقسم بين الناس فيجوز أن يدفع لشخص واحد لفقير واحد من أهل يعني استحقاق أن يدفع سبيل هؤلاء هم الذين يدفعون يقولون في زكاة لكن نصوصه تدل على أن زكاة الفطري خاصة للفقراء والمساكين نعم هذا هو الذي يظهر فضيب إذا قلنا أنه يجوز للمسكين ودفع عدد من الفطري إلى مسكين واحد سلمنا عدد من الزكاوات أو من زكاوات الفطري دفعنا لشخص واحد يجوز ذلك عكسه كذلك يجوز أن ندفع مثلا دفع زكاة فطري واحد إلى أكثر من واحد عندنا شخص واحد يدفع زكاة فطري فعنده صاع فقسم صاع إلى قسمين فأعطى واحد قسما وأعطى الآخرة قسما كذلك يجوز ذلك أن يقسم نعم كذلك محمد كان فقيرا مثلا محمد كان فقيرا في يوم العيد ما كان يجد شيء كله ولا عياله وما يزيد عن قوته لكن عليا وعمرا ومحمدا وعبد الله جمعوا له زكاوات الفطري فأعطوه زكاوات الفطري عدد كبير يعني أعطوه حصل مال كثير يزيد عن قوته وقوت عيالي في ذلك اليوم فهل عليه أن يدفع زكاة الفطري أم لا عليه أن يدفع زكاة الفطري نعم ويدفع زكاة الفطري التي حصلها نعم فيؤدي عن نفسه كذلك لكن لو لا يتحيل كما يتحيل stripped بعض الفغقة بعض المتفقهين الذين يشتغلون بالفقه يتحيلون زكاة الفطري واحد يدفع له ثم يدفعه عن نفسه ويدفعه الآخر نفسه اللي صاع عن نفسه والآخر عن نفسه والآخر عن نفسه والآخر عن نفسه حتى يأخذه الذي دفعه أولا نعم يدفعه كل واحد يقول دفعته زكاة عن نفسه وهذا هو تحايل في شرع الله وبهذا الشكل يكون تلاعبا في دين لا يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم فهذا لا يجوز شرود وجوب زكاة أن يكون مسلم وأن يملك فاضلا عن قوته وقوت عياله في يوم العيد ذكرنا هذا ثم نأتي إلى الحديث أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال جاء البطارية نعم هذا الحديث بالحقيقة هو تكملة للحديث الماضي الذي مر بنا سابقا فهو يدل على أنه زكاة الفطري يجب أن تدفع سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال كنا يعني نحن صحابة نعطيها أي نعطي زكاة الفطري ندفعها نعطيها للفغراء للفغراء والمساكين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوده ورؤيته عليه الصلاة والسلام كان يرى بأفعالنا وكنا نزاولها كذا كنا ندفع في وجود النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام هذا كان هو معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان الصحابة كانوا يدفعون صاع من طعام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الواجب الذي يحفظ ولا يعدل عنه لا برأي رائن يعني رأي شخص ولا بإجتهاد علي ولا علان بما أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقته كانوا يدفعون ساعا مضعام وهذا أبو سعيد الخضري عندما يسوق الكلام بهذا الشكل يريد أن يقول لنا لا اجتهاد مع النص لا اجتهاد مع النص فالنبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا وكان رأى عليه الصلاة والسلام وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لاجتهاد مجتهد مهما كان هذا المجتهد فيجب أن ينتقيد الإنسان بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيدنا قدر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا وذكرنا صاع كم كيلو كيلوين واربعين قراما من طعام صاعا كنا نعطيها في زمن النبي صاعا لماذا نصب صاعا صاعا مفعول به وين مفعولها وين الفعل الذي عمل مفعول لأي فعلين نعطيها أعطى مفعولها هو الضمير هذا هذا هو مفعوله وصاعا أنت قلت مفعول صح ومفعوله يعطيه هو ضمير هذا المتصل بها ضمير المتصل نقول هو بدل من الهاء صح إما بدلا من الهاء أو حال ننصبه بالحال أو بدلا يعني كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعطيها نعطي زكاة الفتري في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا أي كنا نعطيه صاعا كنا نعطيه صاعا من طعام هو بدل من المفعل به صاعا وهذا صاع ليس صاع آخر وإنما هو صاع من طعام فبين على أنه طعام أو صاعا من تمر وهو التفسير لطعام كذلك تمر والتمر مما يضعم مما يؤكل أو صاعا من شعير صاعا من شعير والصاع من شعير ضيب أو صاعا شعير ذكرنا صاعا من شعير أو صاعا من أقطن أقطن أقط يقال أقط ويقال ماذا أقط الأقط ما هو هو اللبن المجفف مثل عانبورو نعم اللبن ماذا المجفف اللبن المجفف وقالوا أقط أصله يعمل من ألبان المخيط 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 تعرفون مخيط عير ألفان المخيط نحذر عن ثلاث عن شرب المخيط وشي بالنساء وشاب شمس نعم شرب المخيط فإمام النوا وقال هو اللبن اليابس غير منزوع الزبت نعم إذا لا يكون مخيط إذا كان غير منزوع الزبت المخيط إذا نزع منه الزبت أخذ منه الزبت لكن إذا كان بقي الزبت فيه هو لا يسمى مخيطا طيب فهو اللبن الذي يجفف اليابس الذي يجفف فهذا يكون يعني ضعاما عندما يشرب الإنسان الحليب أو اللبن يستطيع أن يكتفي به كما هو معروف فهو ضعام وشراب أو صاعا من زبيب والزبيب كذلك من الأطعمة تأكل كالتمر الزبيب ما هو زبيب نسميه الزبيب صح وهو العنب المجفف صح زبيب هو العنب المجفف هذا يسمى الزبيب فهذا كنا ندفع صاع وهذا كان ضعام أهل المدينة إما أن يكون تمرا أو يكون شعيرا أو يكون أغ أو يكون الزبيب هذا هو اللي يطعام أهل المدينة وكنا ندفع صاع من هذا وهذه الأصناف أو الأنواع أو الأجناس ليس سعرها واحد يختلف شيئا عن شيء آخر ومع هذا ما كانوا ينظرون إلى سعره ولا إلى غيمته وإنما ينظرون جنسي الذي يدفعه الإنسان يدفع صاع فلما جاء معاوية معاوية بن أبي سفيان لما جاء معاوية وجاءت السمراء جاءت السمراء قلنا السمراء هي خلاف بيضاء واللون السمر معروف يعني نعم وهو يعني هذه الحنضة لونها سمراء لذلك سموها سمراء وحنضة أهل المدينة كانوا يسمونها بيضاء وهي الحمولة لونها كان أبيض وهذه كانت سمراء والسمراء أغلى من البيضاء وبالتالي بعض الناس فكر نظروا من حيث القيمة فنظروا من حيث القيمة لأن السمراء أغلى من البيضاء نعم فلما كان فلما جاء معاوية وجاءت السمراء أي وجدت السمراء في الشام قال أرى مدا من هذا مدا من هذا يعدل مديني من هذه مدا من السمراء يعدل مديني من البيضاء هو نفس نفس الحنضة هذه الحنضة وهذه الحنضة لكن هذه أغلى من هذه فنظروا من حيث الأسعر مع هذه القيمة قال أبو سعيد الخضري عندئذ أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا أنا لا لا أنظر إلى القيمة وإنما أدفع صاعا كما كنت أفعله في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لما صمع معاوية تراجع عن رأيه وقال هذا كان رأيا ارتعيته فلما صمع هذا الدليل بعد ذلك تراجع عن رأيه وهذه فائدة عظيمة على أن إذا ثبت الدليل فإنه لا يترك الدليل لأجل اجتهاد مشاهد وما دم هناك دليل ثابت وكما قلنا لا اجتهاد مع النصر وهذا الذي يقوله أبو السعيد الخضر أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه كما كنت أدفع على عهد الرسول الله ماذا كان يدفع كم كان يدفع على عهد النبي عليه السلام صاع كان يدفع صاع وقال أنا أكون على العهد وأدفع صاع كما تركني الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنظر إلى القيمة وكما قلنا القيمة ليست معتبرة لأنه الأشياء الزكوية أصلها تختلف من حيث القيمة يعني التمر والزبيب والشعير ولا شك على أنها متفاوتة من حيث القيمة ولذلك لا ينظر شارع إلى القيمة فقط وإنما ينظر إلى يعني الأجناس الزكوية تدفع عنها الزكاة وهذا بعض التلخيص بما في هذه الحديث وهذا باب زكاة الفطر عموما نعم ونسأل الله سبحانه وتعالى فقالنا ما يكبر لكن عندكم سؤال يعني استفسار بعد الأقضاء نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر